أعربت السعادة شيخة جميلة بنت محمد القاسمي رئيس مدينة الشرقة للخدمات الإنسانية عن فخرها واعتزازها بإنجازات الأشخاص ذوي الإعاقة وقدرتهم على الإبداع في مختلف المجالات جاء ذلك بمناسبة المشاركة المشرفة والمتميزة للمدينة ضمن الدورة السادسة للملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة أولادنا الذي تنظمه مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة في مصر تحت شعار كلنا إنسان بمشاركة وفود أربع وثلاثين دولة عربية وأجنبية وأشارت الشيخة جميلة القاسمي إلى أن المدينة أمنت منذ نشأتها عام 1979 بهذه الطاقات والقدرات فعملت على احتواء أصحابها ومناصرتهم وتمكنهم وتعليمهم ودمجهم وفق أفضل الممارسات العالمية وبيّن تاشيخة جميلة القاسمي أن مدينة الشارقة للخدمة الإنسانية هي المؤسسة الرائدة الأولى على مستوى الدولة التي توظف الفن في خدمة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة منذ تأسيسها لجماعة الإمارات للفن الخاص عام 1995 ومركز الفن للجميع فلج الذي تأسس عام 2017 كامتداد طبيعي لها ترجمة نانسي قنقر